كان أغلب البيوت بجوارها صندقة صندقة هذه سموناها بالعامية أنا ذاك صندقة غنم قل ما يخلو بيت من غنم يعني كانت الغنم تسرح هنا في هذا الجبل جبل سلم ونحن إذا أمسينا قرب الغروب نذهب كصبية ندعو غنمنا نأتي بالغنم إلى هنا كان الشيخ عطية يقول لما تكلم مرة عن الحلال والحرام قال الغنم تعرف الحلال والحرام قالوا له كيف يا شيخ الغنم تعرف الحلال والحرام قال أنت ضع برسيم لغنمك تأتي غنم الجيران تأكل معه فإذا جئت أحدثت صوتا غنم الجيران تعرف أنه ليس لها وغنمك تبقى لكن الناس يحتاجون إلى شيء من الإيمانيات هذا الأمر كنا نرى عيانا فنحن نضع البرسيم لغنمنا فإذا جاءت غنم الجيران وجئ لدخلنا الدار تفر غنم الجيران ترجمة نانسي قنقر